اهلا بيك يا ويل وانا بتفائل بيك الله يخليك ده وانت دايما اول حد يعني بقبل بقبل اسمها ايه باللغة بقبل بقبل دعوته لاني بتفائل بيك وبحترب رأيك جيد الله يخليك وانا سعيد بالشهادة دي في وانوسيا هذا تحديدا يعني دور الام وانت في الام هنا بتجمع ما بين حتى الحنان والقصوة يعني هي ام شرقية الدور في حد ذاته مختلف بشكل كبير ده اللي شجعك طبيعة هذا الدور لا هو بس انا بقالي سنتين او بقالي تلات سنين عارف لهو بفرق يعني عايزة اغير الدنيا ومش عارفة حاسة ان انا محدودة في امه ايوه منعشان كنت هابنى عليه سؤال تاني بس اما اسمعك اه اه فانا مش عارفة هطلع ازاي مش عارفة اه فيمكن لما جالي حرط اليهود كانت بداية المرحلة اه هنا في وانوس انك تعملي تغيير يعني تغيير بس انا مكنش في دماغي نوعية النوعية دي يعني انا كنت عايزة اعمل ادوار الشعبية لاني بعت عنها كتير اه بنت البلد الصعودية ما عملتش صعيدي خالص برغم ان انا صعودية الاصل اه ما عملتش دور الفيلن كنت انا مركزة قوي اعمل دور الفيلن اه يعني ده اللي انا كنت مخططاله ان انا اعمله اه لكن لما جالي وانوس اه انا عادة مش بقرى دوري انا بقرى المسلسل واشوف انا شايفا على الشاشة ازاي يعني انا بتخيله على الشاشة اه فسرحت في الحوار لاني انا بقال كتير ما سمعتش حوار حلو كده ما سمعتش فيه فلسفة الحوار حلو فيه فلسفة السرع بين الخير والشر الشياطين اللي منتشرين في حياتنا بزا على شكل بشر اه فانا سرحت في الموضوع مش في الدور فطبعا لقيت نفسي ان انا يعني منجزبة قوي للحكاية دي وما كنتش شايفة انه هيبقى فيها تغيير كبير قوي لي يعني كمان يعني من كتر ما انا مركزة في المسلسل نفسه ما مركزتش فيا انا اوي لانه انا كان معروض عليك يعني كذا مسلسل فيه شخصيات اللي انا كنت عايزة اعملها طيب هنا قبل اشتركوا في القناة